نكمل مع بعض سلسلتنا التطور ليس علم حقيقي ونكمل فيه تلخيص القسم السادس التطور الكبير وناخد مع بعض دلوقتي جزء 47 وكمالة وهم تطور الحشرات الجزء الأول اتكلمت المرة اللي فاتت الجزء اللي فات عن عدم وجود أي دليل على تطور الحشرات عدم وجود أي جد أو مراحل وسيطة وكرسة وجود حفريات الحشرات قبل جددها من طبقة الكامبريان يعني قبل ما يطلع جد 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 الحشرات كلها اضيف سؤال ثالث طيب هم بيقولونا مش الحشرات القديمة ولا الكلام ده الحشرات الحديثة اللي احنا عارفينهم دولها ظهروا من بداية الكريتيشيس من 145 مليون سنة وحتى الآن لم يتطوروا ولم يتغيروا في شيء حفرياتهم موجودة متطبقة ليه؟ رغم أن هما الأكثر انتشارا الأكثر عدد أجناس البيئة مناسبة ليهم جدا أكثر انتاج سلالات حشرة بيطلع 400 بيضة في المرة مقارنة بالإنسان بيخلف طفل في المرة يعني أكثر صلاحية للبقاء وللانتشار والتطور وأن ينتخبهم الطبيعة ليه ما تطوروش؟ ليه بفترض أن الإنسان المعقد جدا تطور على مراحل كتيرة جدا من القردة القديمة من الجد المشترك من 5-6 مليون سنة وتماشى مع أن الحشرات من 150 مليون سنة ما تطورتش في حاجة رغم أنها الأسهل ليه؟ ألا يستحق هذا أن يلفت نظر أن التطور ده أصلا مش حقيقة ده ما حصلش؟ كما قلت أن مصدر تطور الحشرات هو غير معروف عشان كده مارجع مكون من 770 صفحة لبروفيسير وتكلم في حاجات كتيرة جدا عن الحشرات ورغم هذا ما ذكر لناش أي دليل عن جد الحشرات بل أيضا نفس الكلام يقر به ستيفن جولد الشهير ويقول نفس الأمر فتطور الحشرات هو يقدم تحدي حقيقي لنظريت التطور وبخاصة أن الهيكل الخارجي للحشرات بيحفظ لي شكل الحشرة وبالتفاصيله محفوظة كويس جدا في العنبر وأقدر أرقارنها بكل سهولة بالكائن الحالي وما فيش أي تغير ليه سؤال كمان ليه التطورين المشهورين اللي بيتكلموا بشدة عن الإلحاد وأنه حقيقة والتطور حقيقة ما بتكلموش عن تطور الحشرات ليه تلاقيهم يفصلوا جدا في عطة عظمة ويحاولوا يفسروها وهي تقبل الجدل لأنها ممكن تكون تنوع في المقابل ما بتكلموش عن تطور الحشرات اللي المفروض بتمثل ما يتعدد 80% من المملكة الحيوانية عديد الخلايا والتطور وشجر التطور المزعومة في المملكة الحيوانية عديد الخلايا ده هي الوحدة بتمثل أكتر من 5 مليون جنس إزاي ما يعرفوش مصدر تطور 80% من أجناس المملكة الحيوانية عديد الخلايا إزاي ما فيش أي حفرية مرحلة وسيطة واحدة للتطور ما يمثل أكتر من 80% لشجر التطور الحيوانية عديد الخلايا طبعا هو أكتر من كده بكتير البقين أيضا هنعرف أن هم ملهمش أي وجود ورغم هذا لسه بيؤمنوا بالتطور المزعوم كل ده يشهد أن التصميم هو الصحيح والكائنات جات بالتصميم وليس بالتطور التدريج الخيالي الخطأ فالمفصليات من القشريات والكلابيات ومتعددات الأرجو للسوداسيات والعنكبيات هي أكثر الكائنات نجاحا على سطح الأرض ده بقرار المراجع والأكثر توالد والأكثر أجيالا وقصر العمر الشديد تقدر في سنة تشوف أجيال كتيرة جدا ليهم تساوي ملايين من عمر الإنسان ورحلة التطور ما فيش أي تطور اتكلمت الموضوع مشابه لما اتكلمت فيه ملف تطور كبير الجزء 11 والتفارات وزبابة الفاكهة ووضحت بالأدلة أنه بأقل معدل سنة من تناسل زبابة الفاكهة تساوي بأقل تقدير عشان محدش يجادل فيه أكثر من 3 مليون سنة تطورية للإنسان بنراقب كتير زبابة الفاكهة وغيرها وعمرها ما تطورت إزاي يفترض أن الإنسان تطور من مرحلة الأستروربيسيكس من 3 مليون سنة إلى الإنسان الهوموسيبيان والحشرات ما بتتطورش رغم هما المفروض أسهل منه بكتير بل التجارب اللي قاموا بيها لزويرة معدل التفارات إلى 15 ألف ضعف بالأشعة و10 ألف ضعف بالكيمويات وضعفوا سنة الزبابة الفاكهة أصبحت تمثل 45 بليون سنة تطورية للإنسان في سنة واحدة وعمرهما تطورت وكلها عيوب وتشوهات وموت أين تطور المزعوم؟ الحقيقة اللي بيقروا بيها أن في الحفريات القديمة جداً وبنقارنها بالحالية ليوجد أي تطور للحشرات بل كل اللافقريات تقريباً في هذا الأمر ونقدر نرجع لهذا المرجع اللي يؤكد نفس الكلام الحشرات سابتة كأجناسها ففي الخمسينيات من القرن الماضي وضح البروفيسور ده من جامعة هارفورد أننا نمتلك أكتر من نص مليون حفرية للحشرات في المتاحف والجامعات ويعود تاريخ بعضها إلى 340 مليون سنة حصف رضيط أعمار الطبقات الخطأ قاد المرجع قدام حضراتكم احنا حالياً طبعاً بعد كلام اكتشفنا كتير جداً جداً ووصلنا أن احنا عندنا ملايين الملايين من حفريات الحشرات متاحة للدراسة والسجل الأحفوري للحشرات رائع جداً من حيث استمراريتها وضحها وكثرتها وما عندناش وسط كل ده حفرية وحدة تشهد لتطور كمرحلة وسيطة أو كائن غير مميز ألا يوضح ده أن تطور أسطورة والصحيح هو الخلق وثبات الأجناس اتكلمت باختصار شديد لكن عايز تفاصيل الموضوع بالمراجع وشاهدات العلماء يقدر يرجع للموضوع التفصيلي في موقع ضعف الدكتورغالي.com بعنوان التطور الكبير الجزء التاسع والعشرين ووهم تطور الحشرات الجزء الأول ترجمة نانسي قنقر